موسيقى انا عايزة اقول حاجة بالنسبة لموضوع البرنامج الجديني انا تقريبا خلاص يعني قعدت مع القناة مبارح وهم اقنعوني الحقيقة بموضوع الحاجة موسيقى من تحت الشباك لمحتك يا جدع لبرنامج ديني اهل العلم فحقا اذا لم تستحي ففعل ما شئت مثل ينطبق بالفعل على ما تقوم به الان سمى المصري التي كلما احست باختفائها من على الساحة بل وانغمارها خرجت بتصريحات لا تقصد منها الا الشو الاعلامي واثارة الرأي العام حتى يتذكرها المواطنون بين الحين والاخر فمع اقتراب حلول شهر رمضان ينتظر الجميع الكثير من التقوص الرمضانية وينتظرون ايضا خروج سمى المصري لتقول انها ستقدم برنامج ديني وهذا ما حدث الان بنشرها صورا على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بالحجاب قائلة انه برهم برنامج اهل العلم الذي تقدمه في رمضان ولكن هذا الامر لم يعجب المتابعين عبر الانستجرام وانهالت التعليقات على رقص سمى المصري واستنكر الجمهور تقديمها لبرنامج ديني وذلك بسبب صورها التي تقوم بنشرها على حسابها الخاص وايضا عندما اثرت الجدل مؤخرا باعلانها انها تريد الزواج من اللاعب المصري محمد صلاح لشهر واحد وكان الشيء الذي استصار غضب العديد من المتابعين ان المصري راقصة وممثلة لا يصلح ان تكون في مكان مقدمة لبرنامج دينية وخلال الشهر المبارك وقد اثرت الجدل السنة الماضية ايضا حول نفس الموضوع بسبب تقديمها لبرنامج دينية فاذا لم تتمكن من اثارة الرأي العام بخروجها بتصريحات عن براميجها الدينية تثيره بخروجها بقرار ارتداء الحجاب الذي لم تفعله ايضا فضلا عن اعلانها في وقت سابق ترشعها للانتخابات البرلمانية والتي استبعدت منها بسبب فضائحها مع نائب سلفية سميا عطية حداءة ما تستغربوش فهو الاسم الحقيقي لسمى المصري التي بدأت حياتها كمذيعة تعرض اشهر الكليبات والتي تركت مهنتها كمذيعة بعد ان تعرفت على محمد عبد العالي رئيس حزب العديلة الاجتماعية الذي سجن بعد ذلك في قضايا فساد فمن هي سمى المصري حتى تقدم برنامج ديني فهي تلك المرأة التي تزوجت عرفي من رئيس حزب العدالة الاجتماعية والذي تركته بعد ان تعرفت على وزير عربي لتختفي فترة عن السحة وتعود قراقصة في احد كازينوهات الهرم فمن الواضح انها لم تتمكن من لفة الانظار بعملها قراقصة لتتجه الى عمل الكليبات المليئة بالإحاءات الجنسية لإثارة الجدل هذا فضلا عن تنويعها في الكليبات بين السافل والساخر لتخرج بكليبات ساخرة من الأحداث السياسية فهذه هي سمى المصري التي تريد تقديم برنامج ديني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر